أسابك أسبوع أجي ألاقي نفس المواضيع مفيش حاجة بتتغير خلص يعني نفس الكلام اللي بيدور كل سنتين كل تلاتة كل أربعة على حسب ما يهفك الشوق الأهلي مش نادي القرن لا إزا مالك هو اللي نادي القرن المعايير واللوايح والأسس اللي اتعاملت سنة 94 يعني ما كانتش مظبوطة قوي وفيها شوية حاجات كده نفس الكلام اللي بيتقال بقاله بتاع مسلا سبعة تمان سنين كده وأقطع درعي من هنا من هنا هو من هنا هو من هنا هو إنه يجي بعد عشر خمساشر سنة كده واحد جهب بس كده هي وما قيل لك إيه بس أنا جبت الخبر اليقين واحد على فراش الموت في الاتحاد الأفريقي قال لابنو أنا عايز اعترف لك اعتراف خطير نادي القرن مش نلاقه لا إزا مالك أنا سمعتهم وهم بيتكلموا وبيتفقوا على الطاولة على الترابيزة بدليل إن محضر الجلسة ما توزعش على الأندية على أساس إن كل محضر الجلسات بتتوزع على كل الأندية يعني قبل كده يعني وكانوا بيتكلموا فرنساوي طب يا بابا أنت بتعرف الفرنساوي لا يا ابني ما بعرفش الفرنساوي بس أنا حسيت بإحساسي كده الكلام ده بيتقال كل شوية وأنا لما هنقشوا من منظور تاني خالص اتقاتل بحثا كل الجهابزة اللي موجودة في مصر وكل الناس اللي لها علاقة بالتاريخ ولها علاقة بالمتابعة والمتابعة الرقمية والعلاقات مع الاتحاد الأفريقي واللي كانوا موجودين سنة 94 والصحف المصرية الإعلامية اللي كانت بتتناول الموضوع وشرحت المعايير اللي هيتم على أساسها الليحة ماشية إزاي ومين هيتم اختياره نادي القرن في الوقت ده كل الناس يعني قتلتها بحثا خلاص الموضوع يعني بقى كل الناس عرفان لكن اللي في العقل في العقل يعني اللي جوه في القلب في القلب واللي في العقل في العقل وطالما أنت كمان يعني المنطق بتاعك مالوش علاقة بالواقع في بعض الأوقات أنا بميلي ده على فكرة لما يكون اللي بيكلمك مالوش علاقة بالمنطق خالص أوكي يعني مالوش علاقة بقى براني ولا جواني يعني مفيش حد يعرف الفلوس مزيفة ولا حقيقة إلا لما يكون عائل مثلا يعني أوكي فطالما أنت ماشي بالشكل ده برضو أنا هامشي معك بالشكل ده يعني يعني هامشي معك بنفس الأسلوب لأنه هو نفس المنهج اللي ممكن يبقى بيتطرح يعني المنطق إن مفيش معايير بتوقف عليها ومش عايز تصدق إن في معايير وفيه النقاط بتتحسب وإن فيه على أساسها بيتم اختيار الأول مثلا على سبيل المسال مثلا نفس المنطق بقى يعني إحنا هنبعد خلص على على آآ 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 الدماغ اللي بتفكر إحنا هنروح للناس اللي دايما إيه هتشكك زهابا وإيابا بتبقى أنت عشر سنين عشر سنين مكتسح وتقول له أنا متفوق عليك لك لا لا تحكيم آآ المصري طب التحكيم المصري يا ابني مش بني وبينك في المطشط خالص اللي بني وبينك خالص يعني وبرضو كنت بتفوق بقى لك عشر سنين على على المنافس التقريدي بتاعي لا ده فيه حكم إنجليزي جاي وكان فيه لعيف النادي الأهلي محترف في الدور الإنجليزي فكان بيتفق مع الحكم الإنجليزي أي كلام في أي كلام أي موضوع في أي موضوع وخلاص المهم إننا نعمل حالة جدلية بدليل يمكن الناس ارتضت أصلا يعني حتى الناس بدأت ترتضت حتى الشعار اللي كان بيبقى موجود في الفترة اللي فاتت ما بين 2000 لحد دلوقتي نحن قادمون يعني إنت عندك يقين إن الأهلي كبطل هو بطل القرن أو بطل مصر أو بطل القارة بلا جدال وبلا منافسة لكن الشعار حتى نحن قادمون يعني حتى لو إنت عندك جواك حاجة مرتبطة بالماضي ولا حاجة هتقول يعني إحنا راجعين راجعين لسبع عهدين ولا حاجة لكن إنت جواك متأكد إن الأهلي متفوق بشكل كبير جدا بدليل الشعار نحن قادمون مش راجعون يعني ما كناش أبطال على الأهلي مثلا فرجعين ناخد الصدارة منه من جديد لكن دايما بعد فترة زمنية هنحاول نعمل نوع من مش عايز أقول ببلبلة ولا حاجة لكن نوع من إيه إصارة الرأي العام كده يعني الحاجة اللي هي تبقى شدة فنفس المنطق ده أنا هاخده على يومين النهاردة وبكرة النهاردة وبكرة عندي موضوعين النهاردة الموضوع ده وموضوع تاني يعني كنت عايزة يعني أتكلم فيه بس إن شاء رحمني بعندي شات وقت قبل ما ضيوف يخشوا عشان هاخد الموضوعين دول الموضوعين دول على يومين أوكي فكل تلاتة أربع سنين كده هيصار الموضوع ده وصدقوني مش هيتقفل يعني الموضوع ده مش هيتقفل وتحدي أن أي حد ممكن يعني مثلا يعني يقولك حاجة بالدليل والمنطق كل كلام كل كلام في كلامه خلاص المهم هنروح للمحكمة الرياضية هنروح للمحكمة الرياضية الدولية طبعا نتحقك تروح لاتحاد بسمي يقولك بس الصح يعني تروح لأول الاتحاد الأفريقي وبعدين الفيفا وبعدين المحكمة الرياضية الدولية لكن برضو يعني أنت مش غراب على المحكمة الرياضية الدولية يعني بس المرة دي هيبقى السؤال مختلف هو فيه لعب بيشتكي ولا فيه مدرب له مستحقات ولا حاجة المرة دي يعني نادي القرن يعني نادي القرن يعني أنت فاهم لما تبقى ماشي كده وتلاقي واحد يقول لك إيه أنت بطل القرن؟ آه وأنا كمان بطل قرن أنت بطل مصر وأنا كمان بطل مصر ويمشي معك بالشكل ده طيب ماشي عنديش أي مشكلة وعنديش أي أزمة طيب المعايير اللي تحطت على أساس أن أنت تبقى بطل القرن إيه يقول لك ما ليش علاقة أنا واخد خمس بطلات وانت واخد أربع بطلات أنا واخد ثلاث بطلات وانت طيب أنا وصلت نهائي وعندي دورية وبطل الكؤوس خدتها لا ما ليش علاقة أبدا أبقى لكم أكبر دليل أكبر دليل على التناقض العجيب ده مثلا يعني هو المعايير اللي بتتحط عبارة عن ليحة أكنها ليحة يعني بتحط ليحة لمسابقة ما هي المعايير اللي بتحسب عليها البطل البطل إيه ليحة أو نظام بيتم احتسابه أو تفعيله فبناء عليه بيتم تصنيف الفرق بعد كده فليحة مثلا الدوري الممتاز الدوري العام 2017-2018 مثلا يعني بتقول أن لو تساوه فرقتين في النقاط يرجعوا للقاءات المباشرة دي ليحة خلص يبقى أنت عرفت مين البطل دلوقتي هيتم على أساسه تحديد البطل إيه بعد نهاية المشوار هيتم بتحديد البطل إيه سنة 77-78 77 موسم 77-78 مثلا الزمالي خد الدوري في السنة دا 77-78 بهدف اعتباري يعني إيه هدف اعتباري هدف زيادة على الأهلي طبعا المبارتين الشهرتين اللي كانوا ما بين الأهلي والمحلة لو تتتذكروا 4-0 وما بين الزمالك والإسماعيل 2-0 وبناء عليه الزمالك تفوج بهدف اعتباري على أساس أن الزمالك كان عنده مباراة مع المحلة وانتهت 1-0 وحصل أحداث شغب ساعتها وكده وانتهت المباراة أو تم إلغاء المباراة واحتسبت النتيجة 2-0 وده الهدف اللي تم على أساسه للزمالك والزمالك خد بطولة الدوري خد بطولة الدوري بالهدف الاعتباري ده معين اللقاءات المباشرة اللي في الموسم ده موسم 77-78 كانت 0-0 ما بين الأهل والزمالك والدور الثاني 1-0 للأهل بهدف كابتن مصطفى عبدو يعني إنت لو نهيت بقى أو مليكش دعوة بالمعايير والأسس واللايحة اللي تحطت قبل الدوري ده هتقول طيب طيب مش معنى دلوقتي ما إحنا دلوقتي 2017-2018 بنقول لقاءات مباشرة يعني لو تم المعايير دي دلوقتي أو الليحة دي دلوقتي بقى لاهله هو اللي بطل 2077-78 لكن في وقتها كانت المعايير كده يا سيدي يا سيدي يعني يعني مش عايزة مش عايزة أقول أكتر من في كل فترة زمنية لها ليحة معينة لها نظام معين بيمشى عليه الناس يعني زي ليحة الدوري ممكن يبقى فيه هدف اعتباري أو هدف بتحديد البطل بالأهداف ومرة تانية باللقاءات المباشرة دي المعايير دي الليحة اللي بتم عليها إيه البطل لكن انسى الموضوع ده مش هيتطرح أساسا يعني مش هيقول لك 77-78 ده هدف اعتباري ده مش عايزة ايه مش هيقول لك الكلام ده انت هتروح لللا منطق اللا منطق وزي ما قلتلكم وانت مش بتاخدها بحاجة مختلفة انت بتناقشها ليه كده فما تزعلش وما تتضايقش وبرضه هرجع أقول ما تاخدش على خطرك لأن الموضوع ده هيتطرح هيتطرح يعني كل 3-4 سنين هيتطرح ودايما في علم النفس يقول لك ايه يقول لك دايما لما تفتكر الماضي وتقعد تقطر فيه تقطر فيه تقطر فيه انت بالنسبة لك المستقبل مظلم يعني لو واحد مشغول نفسه بكرة 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 يعني ما عندوش حاجة يفكر عليها بتاعة مبارح عايز اشتغل بكرة وعايز اشتغل بعد بكرة وعايز اشتغل الاسبوع اللي جاي وعندي أفكار عايز اعملها وعندي أهدف عايز احققها وعندي حاجات مشوار ومستقبل لكن كل ما عارف الصعبانية ديت يعني فانت مش شايف بكرة البكرة ممكن يبقى بالنسبة لك صعب ممكن بكرة بالنسبة لك صعب وزي مو